لا شيء غير القانون وهو الملازل الأخير حلوة ضربة البداية دي لا يعني أنا أعمل بفكر الحقيقة في المشهد الأخير وبعدين أعمل أفكر يعني هو هو أنت عشان تاخد حقك أسود طريق إيه أخذ الحق إما بالدراع إما باللسان إما بالتحريد إما بالقوة إما بالقانون فيصبح القانون هو الملازل الصحيح دايما إذا كنا عايزين نقول إن إحنا يعني نمارس الرياضة من أجل غاية ومن أجل ضبط النفس اللي هو صيحة كلنا بنرفعها بس كل واحد أو كل يعني صاحب شأن له أسلوبه إحنا عايزين روح الرياضية عايزين وقت الفتنة وعايزين تصحيح المسار مؤكد كلنا نؤكد على هذا الأمر طيب عندما يحدث تجاوز في حقك كيف تحصل على هذا الحق أليس من الصواب والسليم والصحيح أن تلجأ إلى القانون ولا تلجأ إلى أسليب أخرى إحنا هنا يا سيد إبراهيم وقلناها عشرات المرات نحن ضد التحفيل صحيح ضد المكايدة ضد إن أنا لما أكون فائز أضغط على الخسران ولما أكون خسران أسفه من انتصار الفائز قلنا هذا الكلام وما زلنا لأن هذه عقيدة وهذه قناعة وهذا فهم صحيح لممارسة الرياضة وهذا إدراك كامل لدور الإعلام اللي بنحاول نمارسه بقدر ما نستطيع من مسؤولية مسؤولية وضبط للنفس أيضا مش كل واحد مدائي يطلع يقول اللي هو مدائي وإيه ومش كل واحد يتأثر بمجموعة من الناس اللي حواليه عاملين شوشرة وضوضاء على كل شيء لا يمكن إطلاقا أن إحنا نتصور أن الحد يطلع ينتسب لأي مكان يتهم كيان أهلي أو زمالك أو إسماعيل أنه مفسادة إزاي؟ طب إحنا لما يحصل هذا نلجأ للقانون ما لنعمل إيه؟ هنرد بهذا الأسلوب وقوله لا ده أنت لا أمش كده فلا أتصور أن اللجوء القانون بيزع الحد لأن لو لك حق أتأخذ ما لكش حق خلاص مش هتأخذ هو الفصل مش هتأخذ وبيهدوء شديد جد لا داعي كلنا ننفعل أو حد يستدرج أن لسبب أو آخر لذلك أنت بعض الفكرات هنا بتقول أنتم بتسألوا الأسئلة المريبة ليه دلوقتي في كلام يحدث احتقانات أنت عندك حاجة كده صحيح فإحنا عايزين نقول يا جماعة ماشي تعال نحط لما حصل تجاوز في لحظة في لحظة في عدم إدراك إدراك لتهنئة نادي زمالك لينا كل الناس توقفت وحسبت ما خدش سواني أو دقائق وكلنا مقتنعين إن ده ما كان ينبغي التلقيح بالطريقة دي نحن مع دعم الروح الرياضية نحن مع الحرص على زي ما بقولك تفعيل مبدأ الرياضي عدم الانكسار عند الهزيمة عدم الافتخار والزهو اللي فيه غطرصة عند الفوز بالعكس استمتع بفوزك وطب طب على الآخر والعكس صحيح هنق الفائز وإيه اشتغل إنك تفوز المرة الجاية ما فيش طريقة تانية ودي رسالة النادي الأهلي ودي سوابة النادي الأهلي اللي أكيد حضراتكم وكلكم تابعينها تاريخيا دي اللي بيلتزم بها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب واللي التزم بها كل مجالس الإدارة السابقية اشتركوا في القناة